أطلق المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد مطيع المنهال فعاليات السبوع المرور العربي في شرطة السير بشعر قواعد المرور سلوك حضاري ودع إلى توعية المواطنين خلال أيام الأسبوع بقواعد السيرة وأهمية اتباع الإرشادات واللوايح المرورية ومخاطر الإهمال أثناء القيادة منع للحوادث المرورية لافتاً إن الحملة التوعوية بقواعد السلام على الطرق تتطلب تضافر الجهود وتعاون الجميع لتعزيز الجوانب الإيجابية لسائق المركبات وكشف عن اعتزام الإجازة الأمنية وشرطة السير في ساحل حضرموت إطلاق الحملة الإجبارية للترقييم المركبات والدراجات النارية بعد سبوع المرور مباشرة بعد انتهاء فترة الترقييم الاختيارية الممنوحة للمواطنين ترجمة نانسي قنقر